البكلاويز المشو بالخضار او المسلوح حكايته حلوة اوي ومن هنا بقى هنبتدي الحكاية بذكر الله وصلة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اولا في التعليقات شوف شكل البكلاويز وهو داخل حلقة السمك في السوق اه محطوط بقى والمية وصاحي حاجة حلوة اشتدي اتنين كيلو كيلو اللي يعجبك هات منه طالما صاحي ومحطوط في المية قدام حضرتك كده عرض السمك شيق هات معاك شوية بوري شوية بولتي شوية جنبري اه وتعالى مع بعض كده نروح بقى نشوف الحاجات الحلوة ديت هنعملها ازاي البكلاويز الاول احنا جبناه صاحي نخضو بالوحدة كده نفتحو زي ما حطيتك شايف كده ونخسله تحت الحنفية برضو بالوحدة تمام ونروح بقى على جريلة ونحطو اسهل حاجة للبكلاويز هي الشويب الايه بالخلطة زي ما حطيتك شايف كده في طاصة او في حلة او جريلة نحط البكلاويز ومعاه البصل والفلفل والطماطم شوية توم ولمون وزيت وملح كمون شطة في الفلاصمر كل ده مع بعضه كده في الصوص العادتك شايفو ده كده ونحطو مع بعضه كده ونقلب بقى لما يستوي كويس هو ما بيخدش سوى كتير بس عشان ما يطلحش زفر استنى عليه لما البخار ده يقل شوية بحيس ايه ان الجندفلي لو فيه زفارة تطلع منه بس ما تقلبش فيه كتير برضو ما ستبوش فترة طويل عشان ايه ما ينشفش تخلي التسوية وسط وبسرعة كده هيطلع معاك احلى طريقة للجندفلي او البكلاويز المسلوق يا جماعة اه مسلوق بالايه بالحبهان والمستيكة اه شوف بقى شكله عامل ازاي حلو قوي بالحبهان والمستيكة والتوم والبصر والكرفس والجزر كل ده هتعمل منه شوية شربة هيطلع معاك احلى واجمل شربة في العالم تشربها من ايه من البكلاويز او الجندفلي خلي بالكم الاتنين في القيمة الغذائية واحد ولكن في الشكل ايه مختلف طريقة تسوية الجندفلي حاسبها لكم في التعليقات او في صندوق الوصف النهاردة قدمت لحضراتكم طبق البكلاويز المشو على الجريلة بالبصل والفلفل والطماطم والشبت والبقدونس والكصبرة واللمون والتوم والشوية الزيت الحلوين والملح والكمون يارب يكون عجبكم حطوا لايك واستنوني في احلى واجمل الفيديوهات شاركوا